امسك نفسك برنامج هزلي، ساخر، والأحداث الواردة فيه خيالية إذا وقتت أي تشابه بين محتوى هذا البرنامج والواقع، تأكد إنك تشاهد برنامج آخر هذه الحلقة قد تسبب بعض الأمراض النفسية والعصبية للدقالين والمرتزقة وأصحاب المصالح موسيقى مساكم شايم لبن وخمير حالي وحياكم الله في حلقة قديدة باقي أيام وتنتهي الهدنة الأممية واللي مددوها لمدة شهر بس أنا لحد الآن مش قادرة أفهم للأمانة ليش مددوها وعلى أي أساس وخاصة إنه مليشيات الحوثي ما ألتزمتش بالهدنة الأولى عشان تلتزم بالهدنة الثانية ولنصت المبادرة بوقف الهجوم على القبهات من كلا الأطراف بس مع الأسف إنه كل يوم نسمع إنه في خروقات من قانب الحوثيين للهدنة على القبهات وعلى الأماكن السكنية وفيما يتعلق بفتح الطرق والمعابر وفك الحصار عن محافظة تعز لكن رغم عناد الحوثيين إلا إنه مع الأسف الشرعية الحبوبة حقنا أو زي ما نسميهم مجلس القيادة الرئاسي القديد وافق على تمديد الهدنة مش بس هذا لا كمان الشرعية نفذت البنود الخاصة فيها في الهدنة السابقة سمحت بدخول سفن المشتقات النفطية لمناطق اللي بيسيطر عليها الحوثيين سمحت كمان باستئناف الرحلات القوية من مطار صنعاء سمحوا للمسافرين إنهم يطلعوا قوازات سفر من عند الحوثيين بالأصح نفذوا للحوثيين كل المطالب حقهم والحوثيين بالمقابل مع الأسف ما التزموش بأي هدنة والحكومة حقنا كمان ما طلعت ولا تكلمت ولا حتى قالت كفاية أو قالت إنه أنا لازم أنهي هذه الهدنة لأن الطرف الثاني ما التزمش فيها خيلوا بس إنه في ظل الهدنة الأممية وللمعارك المفروض المفروض مثلا إنها تتوقف فيها نهائيا الحوثيين وخلال أسبوع واحد أو أقل من سبعة أيام كمان قتلوا أكثر من 15 شخص وأصابوا أكثر من 20 بس هل تقصدي هنا يا رندا أنه كان في مواقهات ما بينهم البين يعني حصل ضرب رصاص ما بين الطرفين لا يا عزيز المشاهد وعزيزتي المشاهدة ميليشيات الحوثي قتلت خلال أسبوع واحد بس أكثر من 15 مدني أعزل يعني مش عساكر في قبهات وأكثرهم طبعا أطفال وحب أقول لأهلهم عظم الله أقركم والبقية بحياتكم أطفال يا جماعة لا حولهم ولا قوة حسب الإحصائيات الأخيرة قتلت أكثر من 20 شخص بينهم 11 طفل وده حصل بس في مكان واحد يعني برقعة جغرافية وحدة بقصف تقمعات سكنية وارقع أقولها للمدنيين بس ليش يعني يقصفوا تقمعات سكنية أنا هنا نفسي أفهم وتقمعات دي فيبي مش أمريكان ولا إسرائيل ولا يهود لا 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 فيها أطفال هل هي هذه المسيرة القرآنية اللي أنت المفروض قائدها يا عبد الملك أو بتقول كده على نفسك تقتل الأطفال والمدنيين العزل صراحة يا عبدو برافو عليك ونعم المسيرة القرآنية أنت وصحابك بباس كوستر ثاني للقنة دبن لك ولأمثالك كمان ميليشيات الحوثي وخلال أقل من أسبوع قتلت 13 مدني بينهم طبعا أطفال ونساء في قصف لقرية خبزة إذا أنينا تقتصح المحاصرة من قبل أيام في محافظة البيضاء وداء في قصف نفذته ميليشيات الحوثي على القرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أنتم مدركين أنه إحنا في زماننا دا وعاد في ميليشيات بتحاصر قرى للمدنيين وتقصفهم بالمدفاعية الثقيلة والمتوسطة عادي جداً بس سؤال سؤال بالله إيش الناس دون معهم مثلاً عشان تقصفوهم بالسواريخ الباليستية مش قادرة أفهم يعني هم لدي الدرجة مخوفينكم وكمان قصفوا المدنيين في محافظة تعز بسواريخ باليستية وأصابوا أكثر من 11 طفل وقتلوا الطفل طبعاً بسم الله عليكم يا جماعة خلد يحصل المبعوث الأممي اللي حقنا اللي قابونه لليمن حد شوف لنا هو فينه حد صحي طيب من النوم مش يقاعه والله كذا يا جماعة وفين المستشارين حق المبعوث الأممي اللي كانوا في اجتماع مع محافظة تعز لما الحوثيين بذاك الوقت قصفوا أماكن مدنية بالمحافظة بالسواريخ طبعاً الباليستية بس أنا كده حاسة أن الحوثيين عندهم احترام غير طبيعي هي مبعوثة الأممي دا بس تقولوا معي هل الأمم المتحدة طلعت بيان واحد تستنكر على اللي حصل في الخبزة أو تعز بالوقت اللي كانوا المستشارين حقهم باكتماع مع المحافظة داخل محافظة تعز طيب أي مسؤول أممي بس هل يعني دا إنه الهدنة سقطت ولا عادي ثابتة وما انتهتش ما تهزهزتش لأنه حسب الاتفاق حسب الاتفاق أنا ما أقولش أي كلام من عندي إنه أي خرق يحصل يتحمله صاحبه وتسقط الهدنة وتفرض عليه عقوبات يعني خلوني كده أهب لكم هي بالبلد حق لك يعني الهدنة دي كانت ما بين فريقين فريق الحوثي وفريق الشرعية صح صح الهدنة دي تقول إنه أي فريق من دون الفريقين بيخترق أي قرارات أو بنود بهذه الهدنة الهدنة هنا خلاص تنتهي والهدنة هنا خلاص تسقط ويقطعوا كده الورقة ويشربوا المي حقي عادي جدا ويتحمل عقوبات الفريق اللي اخترق الهدنة ما شفناش أي حاجة من هذه بس أنا من هنا أحب أقدم اعتذار رسمي للمبعوث الحوثي قضي للمبعوث الأممي على الإزعاج هذا كله وأني والله العظيم وكلنا مش قصنا نزعقك أصلا أو نضايقك بالأخبار هادي اللي تسم البدن أيام سسسسوري عشان ممكن تفهم بس عندي سؤال وأشتي إقابته وسامحي على إزعاج هادي آخر سؤال أعتقد آخر سؤال هنتم كبعثة أممية في اليمن مش للحوثي للا لليمن وكمنظمة أمم متحدة بشكل عام متى لاوين إنكم تصحوا متى يعني بتشوفوا الإنسانية اللي بتنادوا عليها بكل مكان متى بنسمع منكم قرار واحد لإدانة الحوثين أو أنتو شكلكم كده مطولين بالنومة زي صحاب الكهف مش عارفة والله يعني أقصد عشان نفهم نحنا ونتم نحنا رايحين لأي داهية معكم تخيلوا معي أيها الشعب العزيز والكريم إنه كل دا بيحصل والمفروض المفروض يعني إنه فيه هدنة برعاية الأمم المتحدة التي تنادي بالإنسانية تخيلوا لو ما فيش هدنة إيش كان ممكن تسوي مليشيات الحوثي أكثر من اللي عملنه بوقت الهدنة دا غير إنه الحوثيين لهم أكثر من أسبوع بيفجروا البيوت في محافظة البيضاء في منطقة اسمها الخبزة أو الخبزة مش عارفة بصراحة اسمها بالضبط إيش أو كيف تنطى ما علينا صدقي يا رندا أنا مستغربة عليك إيش الحرقة العصاب اللي فيك دا حاجة عادية يعني إيش القديد بهذا كله ما هذه هي مليشيات الحوثي إذا دخلت مكان فجرت المباني قتلت النساء والرقال والشيوخ والأطفال وعملت كل حاجة لا تدعي للإنسانية يعني عادي جدا ما فيش أي اندهاش نهائي أتعودنا يا جماعة بس تصدقوا إيش القديد إن هم بيفقروا بيوت الناس العادية وهم بيضحكوا أهي شفائنا الله يخبركم غمنا غمنا عمنا سوارت سورطة خمانا كمية السعادة شفتوا ما السعادة اللي أني فيها كمية السعادة والفرحة اللي في أصواتهم وعلى وجوهم وكأنهم انتصروا على إسرائيل يا جماعة أو حرروا القدس سعادة مش طبيعية والله صدقوني مش قادرة أضحاك ولا أخذ الموضوع بهزوء أو بمزح صدقوني كانوا كانوا بيلعبوا ببقي وحتى لو كانوا بيلعبوا بللعبا ما كانوا بيفرحوا كده من كي كانوا لعبوا سوبر ماريو ما علينا طبعا كلنا عارفين أن المبعوثة الحوثي أقصد المبعوثة الأممية إيش قالس يسوي نوم هذه هو وظيفته داخلت اليمن واعتقد أعتقد شكل الرئيس حقنا الحبوبة السابق هذه عداه يا جماعة والله من النوم حقه قبل ما يستقيل أو يخرب من المشهد بكله قابوا وقلوا يلا نام بدالي بس أنا حابة أقول بالله عليكم أي أحد يعرف المبعوثة مكانه أو رقم تلفونه بالله عليكم يروح يصحي شوية ويطفشه شوية مي عشان يشوف الأيام الحلوة اللي بعيشه المواطن اليمني بوجود الحوثيين ويقول له يلا يا بابا إصحايا مبعوثنا العظيم بابا قه قصدية الحوثي قه وقاب معه سواريخ وقذايف وحاقة حلوة من اللي قلبك يحبه قاب الساه هو يلاعب الناس في بيع عادي بس يا أخي سبحان الله مع أنهم برفعوا شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود إلا أنهم بيستخدموا نفس سياسات الاحتلال الإسرائيلي وأبشع منهم كمان في تفكير وهدم بيوت الشعب الفلسطيني بيطبقوا سياسة الإسرائيليين بالشكل كامل ورقع أقولها وأبشع من الإسرائيليين كمان ويقول لك في الأخير الموت لإسرائيل يا شيخ يا حبوب بكز معيها السفن الإسرائيلية والأمريكية كل يوم بتمشي من البحر رايحة قاية من قدامكم عيني عينك كده ولا بتعرفوا تضربوا عليهم طماشة وحدة يا شيخ بالله عليك ما باقولش تواريخ ولا طيران مسير حتى يا ربي ما فيش واحد في بهم رقم بحقر كده بس حشان أقل شي يسووا بالشعار اللي يقننون إحنا في بو طيب قل السفينة هي قزعة بخ بس محمد صدقكم أيوة يا غادعم إنز الله يقرب عقلك يا غادعم تقريبا لنا أكثر من شهرين بنسأل نفس السؤال كل حلقة كيف سيتم إقناع الحوثي بالدخول في مفاوضات للوصول إلى عملية سلام مزعومة بنفس الوقت هم أنفسهم أصلا مش حابين أو لا يرغبون أن يلتزموا ببنود هدنة كيف بتقنعوهم وكيف بتلزموهم بالسلام وانتم أصلا مش قادرين تلزموهم بعدة بنود في هدنة كمان نحتاج كلنا نفهم أو نعرف كيف بيتم السلام مع ميليشيات أصبح لكل مواطن يمني ثائر معاها كيف بالله عليكم بتسووا كل داء وبنفس الوقت كيف ممكن تلزموا الحوثيين إنهم يدخلوا في مفاوضات سلام هم أساسا مسيطرين تقريبا على كل شي بقولها وبقلس أقولها بلسان كل شخص يوافقني هذا الرأي أو هو أصلا الرأي العام حاليا يقب هزيمة وكسر الحوثي عسكريا عشان تقدروا تتكلموا فعلا معاهم في إطار عملية السلام أو تقلسوا مع بعض على طاولة واحدة وتناقشوا الموضوع وأشوفكم بعد الفاصل رقعنا لكم بعد الفاصل بعد ما خدنا شوية نفس نحن وانتم من كل البلاوي اللي قلناها قبل شوية كنا نتكلم قبل الفاصل عن كيفية إقبار ميليشيات الحوثي على الالتزام ببنود الهدنة أو إلزامهم بالدخول في مفاوضات سلام وتنفيذ مخرجات المفاوضات والالتزام بها وهذا أهم حاجة وأكثر أو غالبية المواطنين يشوفوا أنه كسر ميليشيات الحوثي عسكريا هو بداية الطريق للوصول للسلام في اليمن بس كيف بيحصل هذا وفي معانا مشكلة صغيرة جدا كيف نقدر نكسر الحوثي عسكريا وحنا عندنا ما شاء الله وزير دفاع أدعي عليه والله أقول الله يهديه من تصرف في معركة واحدة طول حياته كيف بيسويها مع الحوثي طيب ممكن نفهم كيف بيحصل هذا وعندنا وزير دفاع يقول سيدخل صنعاء بدون حرب بنفس الوقت اشتي حررة هو خايف على صنعاء لا مش فاهمة بنفس الوقت أو الوقت الحالي حاليا حاليا ما يمسك منصب إلا شخص قدها وقدود شخص بيسوي تغيير حقيقي على أرض الواقع لأنه المرحلة صعبة جدا جدا وحساسة جدا محتاجة قرار شقاع وقرار ما فيه بوش رقعة ريواس يعني ما فيه بوش رقعة للخلف فرسالة من بنت لأبوها يعني بيت أبوها لازم تكون حبوبة كده قضي لوزير الدفاع إذا مش قادرين يا بابا يا وزير الدفاع مش ضروري تكون بالمنصب ده والله العادي بنفرح يعني بنحترمك صدقني البس لبس مدني واعتزل أو قدم استقالتك لأن الوقت ده لازم يكون واحد صارم واحد بالقبهات وأي شخص بيموت صدقني أنت كوزير دفاع مسؤول أمام الشعب وأمام الله لأنك ما عرفت تحميه فكل الشعب رقبتك زي ما يقولوا بس خليني أسألك سؤال واضح ومباشر يا فندم هل في يوم من الأيام بتقدر تدخل صنعاء وتحررها من ميليشيات الحوثي؟ ونحن إن شاء الله سندخل صنعاء وهذا وعد مننا بإذن الله لأبناء شعبنا اليمنى القوات المسلحة والقيادة السياسية والعسكرية والقوات التحالف العرب من الثاف المعركة في سعودية أن صنعاء قريبة لأنه أحيانا قد تكون جبلي جبن عكشية لكن إننا جمعنا قوات كبيرة سندخل بها صنعاء بإذن الله إن شاء الله سهلا لا لا يسهلا لأننا سنضوقها ولا ندخلها لأننا حديثنا على صنعاء حضارتها شفتم كيف؟ كيف ممكن لشخص يحقق انتصار عسكري على ميليشيات الحوثي أو يحرر اليمن من سيطرتهم؟ شفتم كيف قال؟ هو نفسه مش عارف إيش يشتي يسوي لأبقادة أنا كانت متحمسة لأنه ما تعرفش إيش يشتي يقول يقول إحنا بإذن الله بنحرر صنعاء ومرة ثانية يقول حريصين على صنعاء بس خلوكم من كل داء وشوفوا الصورة اللي نشرتها قناة الحدث يقول لك وزير الدفاع لأول مرة يزور محور تعز منذ ثمان سنين كيف وزير الدفاع ما يعرفش قبهة عسكرية؟ ومشي المشكلة كيف وزير الدفاع قدر يزور أصلا محور تعز العسكري اللي ميليشيات الحوثي فارضة عليه حصار من قبل سبع سنين؟ كيف قدر يوصال؟ وكيف مر من قناصة الحوثي؟ ولا هو كان لابس طاقية الإخفاء عشان كدم لشيات الحوثي ما شافنوش أصلا ولا شافت الموكب حقه كلهم المصورين والقاشع اللي معه؟ وكيف وزير الدفاع عنده قوات محاصرة في محافظة لها أكثر من سبع سنوات؟ هو ما عرفش أصلا يزورها ولا مرة حتى ولا مرة راح يشوفهم أو يطمان عليهم يا رب يحتي يقولهم كيف حالكم؟ طيب على الأقل يزور المحافظة نفسها أو المناطق المحررة فيها ما بنتقلش عليك ثمان سنين إيش قالس يسوي؟ وفين كان؟ أنا خايفة ليكون زعلان منهم أو ما فيش حد عزموه على حاجة تقولهم؟ طرحم دين أمي طرحم ميتين اللي خلفوا أبوي وأبوها وبما إننا ذكرنا محافظة تعز الله يرفع عليهم الظلم والحصار فما نقدرش ننسى أبدا أبدا أسد المقاومة القبار حمود تركي المخلافي أيوا خلاص إحنا كذا بنكون نسميه داخلت البرنامج الصراحة من الآن وصاعدا هو اسمه حمود تركي المخلافي وبتركيا فطبيعي المهم إيش تخيلوا حمود المخلافي أو تركي المخلافي المرة هادي سواها عشان نتكلم عليه؟ هل قرار إنه يرقع من تركيا يستأنف المقاومة ضد ميليشيات الحوثي؟ حتى لو كانت بالطبلة عادي لأنه هو اللي بدأها رغم إنه زي ما قلنا بدأها بإيش؟ تان 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 بالطبلة والبسباس بس للأسف ما رقعش يستأنف المقاومة رقع أسد المقاومة حمود تركي عشان يسوي قامعة لا عشان يسوي مقبرة في محافظة تعز وأسماها مقبرة الشهداء طيب وإيش المشكلة معك هنا يا رندق؟ ما أهم شي يسوي حاجة بحياته صح كلامها بصراحة اللي يضحك إنه فعل شعار على المقبرة وسماه نبني المستقبل الكوميديا السوداء اللي نعيشها لازم نضحك عليها هو هذا المستقبل اللي يشتي يبنيه حمود تركي في تعز تخيلوا مقبرة هل هذا هو المستقبل اللي أنت بتشوفه الأبناء الشعب اليمني العظيم من وقهة نظرك؟ المهم يا جماعة ما تخافوش نهائيا موتوا وأنتم متطمنين لأنه بتكملوا الحمد لله دراستكم في العالم الآخر طبعا زي ما أنتم تشتوا يا إما أنكم تكملوا دراسة قامعية أو تكملوا دراسات عليا أوكي صدقوا الآن وأني أتكلم بالموضوع هذا عرفت ليش المشاط راح يسوي زيارة تفقدية للمقابر كان بتطمن على سيرة دراسات العليا هناك وحمود طبعا تركي يقزع الفكرة كده لا لا سرق منه الفكرة هذه ما فيش يا جماعة حد يزعل الآن على مستقبله خلاص لازم تكونوا ضامنين أنتم بتدفنوا في مقبرة حمود على الطول بتاخدوا دراسات العليا بتبنوا مستقبلكم نشكر حمود المخلافي إيه الحنواتي إيه الحنواتي وبما أننا تكلمنا عن المشاريع في خبر قرأته في صحيفة الأمناء مش عارفين الصراحة هل صح أو غلط بس مكتوب يا جماعة الخير خبر لو كان صح فعلا فإحنا أصدقونا حتى محصلناش بلاد الواكوا لو سمحتم من الآن أقول لكم مش حاد يسألني إيش يعني بلاد الواكوا لأنه أنا عن نفسي مش عارفة فينة أو إيش بصراحة بس الخبر خلاني أقول دي الجملة المهم صحيفة الأمناء نشرت خبر مش عارفين مدى صحته الخبر بيقول إنه صادق الأحمر الشيخ القبلي المقيم في صنعاء بيهدد بإغلاق مطار سيئون وصادق صادق الأحمر ما لك يا بابا واقي كده مهري الناس قد رفعوا خلاص يعني السوق قد رفعوا سامانهم وانت عادك واقع تفريش بس كيف ممكن إنه دا يحصل أصلا إنه واحد يهدد دولة بحالها إنه يقفل مطارها وليش يهددها أصلا قالوا إنه أصلا الدولة مستأقرة هذا المطار من صادق الأحمر وإنه إيقارات المطار متراكمة يعني الدولة مستأقرة المطار من صادق الأحمر حدي قد كيف ممكن يكون المطار ملك أو حق صادق الأحمر لا فهمون كيف يعني إنه شخص عادي جدا مواطن أو حتى مسؤول في الدولة يمتلك مطار دولة أنا أعرف ناس معهم طيارة أسطول طائرات لكن واحد عنده مطار بيأقره للدولة بيقار شهري أنا أكسبه والله العظيم هذه حتى ما تحصلش نقول على نقطة 2022 لا 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 هذا الخبر بالفعل صح فعلا اللي إحنا قالسين نقرأه أو نسمعه إنه كدي جديدة والآن بقول لكم ليش أنا قلت هذا الخبر مع أنني مش متأكدة منه الخبر ده طلع من يوم 22 من الشهر اللي إحنا فيه بو يعني قبل خمس أيام من تصوير الحلقة دي وحتى الآن ما فيش حد للقهات الرسمية في الدولة طلعهم في الخبر ده يا ناس حتى مدير مطار سيئون أو السلطة المحلية في حضرموت أو الحكومة الشرعية أو المجلس الرئاسي طيب حتى مكتب صادق الأحمر ما فيش حد منهم طلع كذب أو نفى الخبر ده وهذا بالنسبة لأمر في غاية العقب عشان كده طلعت وقلته لو فعلا الكلام ده صحيح فدي مصيبة وفضيحة بكل المقاييس أين كان الخبر صحيح أو غير صحيح لكنه بيسلط الضوء على ملف في غاية الأهمية هو إنه مؤسسات الدولة في اليمن أصبحت على مرة سنوات تابعة لأشخاص وعائلات يتحكموا فيها كيف ما هم حابين أو يشتوا مؤسسات الدولة تحولت لمراكز نفوذ للاستغلالات الشخصية وده واحد من أهم أسباب ضياع الدولة وإنهيار المؤسسات الوطنية صدقوني إذا أستمر الحال على ما هو عليه لن تقوم لهذه البلاد قائمة حتى نهاية الزمان ما بيكونش عندنا أصلاً وطن وأشوفكم الحلقة القاية والسلام اشتركوا في القناة